أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الفريق الملكي للقدرة أن الفريق سيوصل حصد الإنجازات على مختلف الأصعدة وعدم الاكتفاء بما حققه في البطولة العالمية بتشيلي والبطولات الأوروبية المختلفة مشيرا إلى العزيمة وإصرار الفرسان والروح العالية التي يعيشها الفريق بعد الإنجازات التي تتحقق من تشيلي بالإضافة إلى حرص الفرسان لتحقيق أفضل النتائج من أجل إبراز ما كانت المملكة رياضيا بصورة عامة والقدرة بصورة خاصة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالإضافة إلى تأكيد المستوى الذي وصل إليه الفرسان ورياضة القدرة بصورة عامة وشد سموه بما حققه فرسان الفريق الملكي للقدرة في سباق تشيلي والبطولات الأوروبية المختلفة وضاف سموه بأن الفريق الملكي شارك في العديد من البطولات الأوروبية تمهيدا للمشاركة في البطولة العالمية لتحقيق أفضل النتائج فيها والصعود على منصة التتويج وضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن الفوز الذي تحقق في هذا السباق جاء إيجابيا للغاية ومتميزا نظرا لكونها بطولة عالمية شارك فيها نخبة من الفرسان وشيرا إلى أن هذا الفوز هو مكسب آخر لرياضة القدرة البحرينية مؤكدا سموه بأن فرسان الفريق الملكي أصبح لهم واقعا مميزا في البطولات العالمية وبإمكانهم تحقيق البطولات والنتائج الطيبة وأشهد سموه بالجهود الكبيرة التي بدلها فرسان الفريق الملكي للشباب في هذا السباق الذي أثبت إصرار وتحدي الشباب البحريني على تخطي التحديات في المسارات والتي كانت صعبة جدا مؤكدا أن هؤلاء الفرسان يعدون ثروة حقيقية لرياضة البحرينية خصوصا وأنهم يشكلون عدة المستقبل المشرق لرياضة القدرة في البحرين خلال السنوات القادمة وتقع عليهم مسؤولية مواصلة الإنجازات التي حققتها رياضة القدرة البحرينية في السنوات الماضية وتعزيزها لتأكيد تفوق القدرة البحرينية وقامت اللجنة المنظمة بتتويج أبطال السباق حيث توجى الفارس البحريني في هذا الخاطر بالمركز الأول كما توجى الإماراتي سعيد محمد المهيري الذي جاء في المركز الثاني وزميله منصور سعيد الفارسي كما توجى الفريق البحريني بالمركز الأول على مستوى الفرق وقد تكون الفريق من الفرسان فهد الخاطري ومحمد الخاطري الشيخ محمد بن مباركة الخليفة وسالم سبت والفارس دان البنغديرة فيما حل في المركز الثاني فريق الأرقواي وفي المركز الثالث فريق قطر وخلال حفل التتويج عزف السلام الملكي البحريني مرتين بمناسبة حصول الفارس الخاطري والفريق الملكي على المركز الأول كما تم اختيار الجواد بولي أفضل حالة جواد مشارك في البطولة ونال الفريق كأس الأختيار سبغ لنا أننا وقفنا على المنصة التتويج عدة لكن هذا الطعم الفوزي في هذه البطولة طعم خاص الحصول على الميدالية الذهبية للفردي وحصول على الميدالية الذهبية للفرق إنجاز بحد ذات كبير لم يتكرر لم يسبغا أن يتكرر أو حصل في المملكة البحرين مع الفرق الملكي ما حصل طبعا نتج عن جهد كبير شكرا